الحياة أن المشهد مدالة يعني مشتعلا في الأراضي الفلسطينية كل ساعة بتعدي على الشعب الفلسطيني بيزيد فيها عدد وأرقام الشهداء والضحايا ودولة من النساء والأطفال والمدنيين العزل ما هماش مسلحين العدد وصل لأكتر من 1800 شهيد بينهم 600 طفل ومشاهد الأطفال وصور الأطفال حاجة يعني تقطع القلب كل الناس قلبها من الصبح ومن مبارح وإحنا عندنا تخيلوا أنه أكيد فيه صوت دولي عاقل يعني حيوقف اللي بيحصل في غزة خلينا أكمل مع حضراتكم الحديثة عن الوضع المأساوي في غزة وإحنا هنا بنشوف مع حضراتكم دي الأقطات حية من غزة المؤن الدوائية يعني خلاص أوشكت على النفاذ وحتى المسعفين اللي بيحاولوا أنهم يسعفوا المصابين ما سلموش من إيران قوات الاحتلال ولحد النهاردة سقط عشر مسعفين ويمكن كلكم تابعتوا الفيديو للمسعف اللي كان بيبكي على أصدقائه جنون وعضوان متصاعد بدون رحمة الحقيقة إمتى دا حيوقف؟ سؤال يمكن إحنا كلنا بنترحوا على نفسنا وبنترحوا على المجتمع الدولي طول الوقت والجميع يتحدث عن صوت عاقل يوقف هذه المجزرة اللي بتحصل في حق الشعب بالفلسطين حيانه حديث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي أمس صوت مصر كان يعني حديث للعالم كله للداخل المصري وللعرب وللعالم كله في كلمة وجهها سيد رئيس عبدالفتاح السيسي دعا فيها لوقف نزيف الدم وضرورة السماح للإمدادات والمساعدات إنها تدخل الأراضي الفلسطينية الكلمة كان فيها رسائل سياسية عدة الحقيقة لأنه لابد أن العالم يعي ويفهم إنه هذا الصراع الدموي بدون الوصول لسلام حقيقي مش حيتفع تمن وغير الأبرياء من نفس المنطلق تحدثت النهاردة الخارجية المصرية بيان شديد اللهجة من الخارجية المصرية حذرت فيه من مطالبات الجيش الإسرائيلي اللي صحينا النهاردة عليها الصبح لسكان قطاع غزة بالنزوح جنوبا